بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وكل عام أنتم بخير تقبل الله طاعات أصل الله سبحانه وتعالى لكم القبول في العشرين يوم اللي مرت وأصل الله أن يمد في أعماركم جميعا ويتقبل منكم دعاءكم وصلاتكم وصيامكم في الأيام والليالي القادمة أستحي أن أقول احرصوا على الاستمرار فأنا من المقصرين في موضوع العبادات الشعائرية أصل الله أن يغفر لي ولكم يتقبل منكم ويرحم أموات المسلمين يرحم أمواتكم وأمواتنا وأهلين وأهلكم جميعا اللهم آمين أحبتي أنتم تتابعون حلقة من حلقات يلا نغير في رمضان على فضائية قناة دار الإيمان مباشرة من اسطنبول برنامج يأتيكم كل ليلة من 11 عشر حتى الثاني عشر ويعاد الثاني يوم الصباح العاشرة بإذن المولى عز وجل تستطيعون متابعة البرنامج وأنا أحكي معكم من صفحة قناة دار الإيمان ومن صفحة الشخصية وصفحة الشخصية في البث المباشر من موبايل الشخصي وفي البث المباشر اللي بربطه من صفحة القناة وأنا أحكي معكم ممكن أنه بأي لحظة أستطيع أني حتى أشبك بإذن الله طبعا صفحة قناة دار الإيمان اللي هو بث الفيسبوك بيكون أقوى طبعا من بثي أنا الشخصي طبعا اللي بدخل معنا لأول مرة أو تعرف على البرنامج الجديد هو برنامج خلينا نقول عياره خفيف نسويه نهدف فيه إلى تغيير بعض القناعات بهدف تغيير النظرة للحياة والكون تجاه الأفضل حتى تتغير حياتنا في علاقتنا مع الله وفيه علاقتنا بأنفسنا وعلاقتنا بمن حولنا قدر استطاعة إلى الأفضل نخرج من هذه الدنيا ما استطعنا سبيلها بوضع نحن بضع أفضل وهي الإنترنت لما يعلق عندك وهي مش راضي يشير على كل حال رح نظل نتسامحوني ثواني يا أحبة حلقتنا اليوم طبعا بس أنا أعطي فرصة للناس يدخلوا معنا بالضبط على الفيسبوك من البداية خلال ثوانيين أحيانا الله سبحانه وتعالى بإمكانكم إنكم تتابعوا بث مباشرة على صفحتي من قناة دار الإيمان الآن موجود إذا بتذكروا حلقة الأمس كانت عبارة عن رسالة من الزوجات للأزواج اليوم حلقتنا الرسالة من الأزواج إلى الزوجات عنواني اليوم اللي إحنا بعشرين رمضان هو زوجتي العزيزة والغالية أرجوكي كوني أعظمة وأرعى امرأة في حياتي المطلوب في هذه الحلقة هي أبرز وأهم المواصفات والسلوكات التي يتمناها الأزواج في زوجاتهم الهدف من الحلقة أنه لما الأزواج يعبروا بطريقة راقية حضارية أخلاقية أنا أحب كذا أكره كذا مجموع الناس اللي عم بتابوا على صفحتي وع صفحة القناة وع القناة نفسه وبعد ذلك أنا أشخاص قد يكونوا عشرات أو مئات الألف يعني لو بضع مئات من هؤلاء تحسنت حياتهم إحنا بنكون مبسوطين كله بفريق القناة أنه وصلنا كلمة خير وعدلنا عائلات بدل ما تدمر عشياء سخيفة انتبهوا يعني مبارح يا أحبة وأنا عمالي ببث أنا صرت باثث ثلاثة أو أربع مرات على صفحتي استعدادا لهذه الحلقات فكنت عم بتفاجأ عشرات الأسئلة بتجيني أثناء البث إنه واحدة بتقول لي مثلا على سبيل المثال أنا بعاني من الطلاق العاطفي واحدة بتقول لي زوجي بيعمل كذا واحد بيقول لي زوجتي بتعمل كذا فكنت نبهتا به بسيط واحدة من الإشكاليات اللي كثير فينا ما بننتبهي لها هي طبيعة المرأة وطبيعة الرجل الآن انسوا اتجاوزنا الحلال والحرام واتجاوزنا الناحية الأخلاقية الأفضل ما أفضل في أشياء لها علاقة طبيعة الرجل طبيعة المرأة فالرجل اللي بيستوعب طبيعة المرأة التي يخصها في أشياء الرجل والمرأة يشتركان فيها الرجل والمرأة كلاهما يصدق وكلاهما يكذب كلاهما يخون وكلاهما يحفظ الأمانة كلاهما يفي بالعهد وكلاهما قد يخون العهد اشترك الرجل ما فيش فرق بين ذكر وأنثى فيها نأتي لأمور في أمور بتخص الرجل أمور بتخص المرأة في العلاقة الزوجية اللي هي أقدس علاقة وأقرب علاقة وقد أفضى بعضكم إلى بعض بآية أخرى وقد أخذنا من كن ميثاقا غليظا لاحظ علاقة أقدس علاقة وأقرب علاقة جسدية نفسية روحية الزوجة فإذا ما الرجل عنده حد أدنى من معرفة طبائع جنس المرأة جنس النساء بوقع في ورطة وهي كذلك نفس الشيء كنت أعطي مثال بس بشيء أفهمكم الأمور ما إلو علاقة بالحلال والحرام ولا إلو علاقة بالأحكام الشرعية إلو علاقة بالطبيعة مثلا بضرب مثال كنت للطلاب والطالبات على سبيل المثال الآن بيكون عندي بقاعة 120 طالب وطالبة 60-60 70-50 بقولهم الآن يعني عدم المؤاخذة لو دخل صرصور على القاعة أو فار قلت الستين طالبة إنتوا القاعدين شو بتوقعوا يصير فيكم بقولوا كلنا رح نصرخ ونركض وندعس على الكراس ونصير نصيح فبسأل الشباب هل يعيبهم بقولوا لا قلت المرأة إذا خافت من الصرصور ومن الفار بعيبها حدا فينا بنقولها اسمعي كوني زلمي قاعدة ما بنحكي نشفق عليها منروح ملحق الصرصور أو الفار مش هندعس عليه ولكن قلت الآن الدور على الشباب إذا دخل الفار صغير هل قد هيك أو صرصور تخيل تخيل للشباب أبو شنبات يقول لك يا أمه ويركد يوقف على الكرسي والله لما شو بي ثكيلته أمه شو رح نقول له ولك يا زلمي خايف من صرصور ولك استحي عدمك ولك عيب عليك بينما لا نقول هذه المرأة ولا يعيبها مثال طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة مثال آخر بالمواقف الشديدة الشديدة إذا انضغطت المرأة ومش بالشديدة بالعادية جدا بتلاقي صاحبتها عندها مشكلة صغيرة بتلاقي دمعاتها صاروا ينزلوا بتشوف مشهد دمعاتها بنزلوا دمعاتها بنزلوا الرجل دمعته ما بتنزله بسهولة فما بيصير هو يقول لها أبا ما عندك رجولة طبعا ما عندها رجولة لأنها هي أنثى رجولة إليك مش إلها في المقابل ما بيصير زي ما حكيت اليوم على الشاشة أنك أنت تكون قاعدة على فيلم رومانسي مثلا أو على مسلسل عاطفي أنت وزوجك أنت والآن شو حكم مشاهدته الفكرة عم تسمعي قصة بتشوفي قصة فأنت دموعك عم بيشرشره و وقضوا الوقت تطلع عزوجك ولا دمعة تقولي لو ولعليك قلبك شو قاسي أبا حجر غلط لا تقيسي طبيعة عاطفتك أحاسيسك مشاعرك طبيعة ردود أفعالك كامرأة على الرجل هذا قصتي فبعض الأحيان معرفة طبيعة الرجل والمرأة بتحل إشكاليات مهولة وهذا بحتاج دورات وقراءة وإلى آخر في هذا السياق بالأمس قلنا كان عنواننا في الأمس زوجي الغالي والعزيز أرجوك كن أعظم رجل وأروع رجل في حياتي واسمعنا رسائل رائع من الأخوات اليوم بنا نبتدأ بالشق الآخر عزيزتي وزوجتي الغالية والعزيزة أرجوك يكوني أعظم وأروع امرأة في حياتي رسائل من الأزواج طبعا إحنا لدينا طريقتين نتلقى فيهم كلامكم إما أنكم تدخلوا على هوا بتبعثو لنا على التفصيلات اللي بتشوفوها أمامكم أرقم دار الإيمان الفايبر التليجرام إلى آخره الفيسبوك الإيميل تبعتوا الإخوة في السوشال ميديا بيأخذوا الرقم وبتصوا فيكم شان نوفر عليكم جهد تكلفة الاتصال الدولي وعندي هنا تغريدات يعني ما شاء الله تفاعلوا الناس كان عجيب جدا فأنا بدأ أحكي ملحوظة وهاي بدأ ألوم فيها أصدقائي وزماري الإخوة المتزوجين أنا بثيت من مبارح لليوم ثلاث مرات عن الموضوع حتى وأنا عم بسأل الرجال والحلقة للرجال غالبيت تدخلوا وعلقوا وكتبوا وكانوا نساء فهنا في عنا عمل تقصير بدنا نسمع من الرجال بدنا نشوف حتى بعض النساء صار يقولوا أنا تكتب لي تقول لي زوجي يحب مني كذا وكذا زوجي يريد كذا وكذا إلى آخر بس أنا راح أسمعكم أشياء رائعة وأقرأ لكم أشياء رائعة بإذن موله عز وجل لكن خلينا أحكي لكم بشكل سريع جدا بعض الأفكار لاحظوا مثلا مثلا لما نقول شبه إجماع على موضوع من أكثر ما يغيظ الرجل وقد يتحول لإنسان سلبي جدا جدا وتخرب كثير من علاقة بينه وبين زوجته فكرة البث المباشر لأهلها تعرفوا البث المباشر يعني يكون قاعدين مع بعض حكي كلمة بعد عشر دقائق لو رفع التليفون على حماء أو حماء وتقول له طب ليش عملت بسم الله خمس دقائق أو صار واصل نعم اليوم اسمعوا قالوا يما زوجي قبل شوي عطس عطس مرتين أقول لك لا هو هو كح وبعدين عطس يا عمي مشان الله مشان الله يرحمونا ما بيصير غلط هاد الحكي غلط قاتل بيقول لك بس لازم يراعي ظرفي أنا امرأة لا 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 هذا بلوش دخل بعمية كذا هذا بده قناعة عقلية أخلاقية وجدانية أسرار البيت ما بيصير أول بأول بث مباشر ما بيصير الكبير وصغيرة يعني دكتور قصدك المرأة ما بيصير تشكي لأهلها لا مش قصدي على الشديد القوي اللي لابد منه اشكي إذا بتحتاجيهم للضرورة بس مش معقولة على كل كلمة على كل مزهة على كل ضحكة على كل الخلاف الصغير عسخيف كله تقارير الشخص بحش حاله مكشوف وكأنه عاري أمام بأدهمها فهذا بيخرب العلاقة وبيقطع الثقة هاي مثال قصدي ماذا يحب الأزواج من زوجاتهم لأنه يغلب في مجتمعاتنا أنه البنجل تفاصيل مشاكل العيلة لأهله هي المرأة مش معناته هسا تيجيني أخت بتقول لي يعني الرجال ما بيحكوا ما قلت ما بيحكوا لكن نسبة الرجال إلى النساء كثير قليلة الرجل بيطابعه ويحبش الناس تعرف أسرار بيته أصلا يأنف بيحشوا بها نوع من الرجلية أصلا هاي الصورة أنا مش زلمة أقدر المرأة لا ما عندها مشكلة أنه أنا زلمة بتشكي بتشكي لصحباتها بتشكي لزميلاتها بتشكي على الطاير لو واحدة تعرفت عليها في الباص قبل شوي ومرها هيك ارتحت لها شوي بتفتح العداد الدبل كربوريتر وبتعطيها كل أسرار مشكلة مشكلة أخت الكريمة مما يريده الزوج أيتها المتزوجة أيتها العزباء دير بالك على موضوع أسرار البيت ما تطلع لحدا هذا مثال مثال آخر هذا بضربه بعد ذلك بحكي شوي عن سيرة الحبيل مصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تفتح الخط للإتصارات إن شاء الله أو للتغريدات في طبع عند بعض النساء ما بينتبهوا قديش هو مصيبة عند الرجل الرجل الآن غالب إحنا غالب ما بيقول الكل فيه امرأة عاملة زي ما فيه رجل عامل لكن الصورة النمطية الأغلب أنه الرجل هو اللي بيغيب بره أكتر في البيت في الأغلب أنا بعرف رحضا يرقود عليه طب الآن صار فيه امرأة عاملة الله يعطيكم العافية وزيكم الخير في الأغلب اللي بيغيب أكثر عن البيت الرجل في الاغلب اللي بيجي متأخر آخر واحد عن البيت الرجل في الاغلب وفي الاغلب الرجل الإنسان المحترم المسلم العربي اللي بيخاف ربه وبشتغل يعني بضمير بيكون عم بيجيب الرزق تعبان طبع أي إنسان بطلع برا وبشتغل يعني الحياة مش هالقدة سهلة في نكد من هنا من هنا إذا ما في نكد فيه تعب 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 زوجك فرضا سائق تاكسي فاركب له يمكن خمسين زبوم هذك اليوم اللي أزعجه واللي ما دفع له واللي سمعه حكي واللي أهانه واللي كذا فرضا يمسكرة معاه أو بيشتغل في شركة مديره أذى أهانه بغض النظر جاي على البيت الآن في عرف عند كثير من النساء ما بنتبهوله بتقولك أنا فقعانه ولاده جننية طول النهار أول ما انتبهه أول ما يفتح الباب ها الساتو ما قال بسم الله ما قال السلام عليكم أنا فأكتريك ما بتحمل أولادك شوفهم واحدة بتقول لي يعني ما أشكي ما قلت لا تشكي يعني ما أقول له بناته شو عمله ولا ما قلت لا تقول لي الحكمة في اختيار توقيت طرح المشكلة فتح الباب فإذا بتكرر مرة 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 أول ما يفتح شكاوي 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 مبأشرة قبل يعني هو عم بيأكل بصير يأكل سم عمليا هو بيأكل سم ما بيأكل أكل فشو النتيجة بيكره يجي على البيت بيصير يطلع من تحت طاقة طيق الأرض أسباب يتحجج فيها يجي متأخر آخر الليل يكونوا نايمين وإنتي نفسك نايمة حط راس ويطلع بقر عشو بقول لي كيف تفقيها النكد بتتكت بره بتتكت جوه هسا الآن معذور مش معذور مش هون نقطتي هل أنت جزء من الإشكالية بدك تعرف الرجال من أكثر ما يغيظهم أنه أول ما يفتح الباب قبل إحم ولا دستوره قبل بسم الله قبل الحمد لله على سلامتك نبلش بطرح المشاكل تخيلوا الصورة المقابلة ما أحلاها أول ما يدخل الحمد لله ابتسامة حتى لو في مشكلة بعد شوي خليه يأكل يرتاح يصلي يرتاح يمج جسم وكذا بعد ذلك حطه بسلوب الحكيم ابنك حكوله وتكذا بالمدرسة يسوله بغض النظر مشكلة مالية مشكلة جيران مشكلة كذا أول ما يدخل أنا مليح اللي إجيت بكفي أكثر من هيك حبل الغسيل بيني وبين جارتي أمي فلاني ما بصبر عليه إذا أنتو الإسلام ما بتحلوه بتحمي هو على الباب الأغراض بإيده بصير يغلي 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 بتعبيه 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 بتطلع بروح بتهاوش مع الجيران بتوصل للمغفر بنحبس زوجه بهذه الليلة وبعد يوم يبدأ علي طيب يعني كان لازم ترد علي ومين اللي حمى مين اللي ولعه ومين عمل البارود مو أنت استني خليه يدخل على الأقل إذا كان تشرح بعيد عنكم كندرته وجراباته وقاعد يمكن يتردد يطلع إنجاره ويتهوش معه فمعنش سامحوني أنا مبارح يعني مبارح كنت عن بطرح مبارح شفتوني ما خليت سترة بغطى على الإسلام بمعنى اتطلع الزوجات شو بدهم الآن بنا نسمع العكس يا أخوات بدنا واحد بيقول لي طب شو الهدف في الهدف بدنا بيوتنا توصل للسعادة قال لي ولي يا شيخ هذا اللي بتحكيه بوصل للسعادة طبعا بمئة بالمئة بصل للسعادة تخيل لو لو في مثلا مئة ألف امرأة بتسمعني الآن خمسين ألف منهم عندهم هذا الطبع وبدي أحسن الظن فيهم مو من تبهات قديش هذا مؤثر على الرجل وسمعوا كلامي وردوا عليه طب مش أنقذت خمسين ألف بيت من نكد يومي مش أنقذت خمسين ألف بيت من شبه دمار محقق على التراكم التاريخي فتخيلوا أعطيكم مثال ربنا سبحانه وتعالى لاحظ انتبهوا يا إخوة يا أخوات ربنا بيقول في القرآن إيه فالصالحات قانتات من القنوط حافظات للغيب بما حفظ الله على موضوع حفظ تقيل والحفظ بالمعنى العام حفظ حفظ النفس حفظ العرض حفظ السمعة حفظ الأخبار ربنا عم بيمدح هذه الصفة في المرأة فلي بتطلع أخبار وكل إشي بره وكل إشي شكوى مشكلة نقطة ثانية تخيلوا على أسلوب التعامل النبي صلى الله عليه وسلم وهاي لازم نأخذ منها درس من البطل عائشة يا إلهي كم أحمله من مشاعر الود والإحترام لعمر وعائشة رضي الله عنهما عائشة عائشة في أكثياء كثيرة جدا في ديننا لولا عائشة ما عرفناها هذه الأسرار الصغيرة اللي هي بعتبرها أنا بتساوي الملايين رضي الله عنك يا أم المؤمنين تخيل النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول لعائشة يقول لها يا عائشة إن والله إني لأعلم متى تكونين مني غضبا ومتى تكونين مني مسرورة فيهن صدمت إذا بتحكي بلغتنا بتأبسط لكم الكلام يجي عندها زي فاجأة بيقولها يا عائشة ترى أنا بعرف أمتى بتكوني زعلانة وأمتى تكوني زعلانة هي مفكرة حالها الموضوع مخبى مش مكشوف يعني فجأة زي صدمها يعني بتقول له حقا يا رسول الله بمعنى للحديث يقول له نعم قالت له كيف أو متى كيف تكتعرف أني أنا زعلانة حينما تكوني مني لاحظوا واحد بيقولي استانا 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 شيخ لشي عائشة كانت تغضب من الرسول صلى الله عليه وسلم آه ممكن جدا آه إما زوجته دير بالك زوجته وهو زوجها هسا إنسه هو محمد رسول الله مسبيئة لي يقول لك النبي هو زوجها أيضا زوجها اختلفوا على شغلة حكى شغلة بكذا إلى خير عادي جدا أنا إن أمرة عمر 18 سنة 17 سنة 20 سنة زعلة تتحسسة تعباني قال إني لا أعلم زائد حق الزوجة زوجة يعلاني من زوجها عادي فقال لا أعلم قالت كيف يا رسول الله قال حينما تكونينا غضبة وأردت أن تقسمي على أي شيء بالحقيقة مش نحن نحلف يقول والله والله تقولين ورب إبراهيم تقسمي برب إبراهيم فإذا لم تكوني غضبة مني تقولين ورب محمد فضحكت عائشة قالت آه يعني دغل أقرت بمعنى كلام والله إنك كشفني يا رسول الله هيبيد الكلمة معنى السياخ فعلا كلامك صح شو كملت قال والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك يعني أنا بكون مدائقة زعلاني بس لقعد ذكر اسمه لكن قلبي يأبى انتبهوا قلبي يأبى أن يبتعد عنك يا رسول الله قلبي يعشقك يا رسول الله قلبي لا يمكن أن يحمل في شيء لكن أنا بكون يعني طبيعة المرأة لما تعصب قل والله ما أهجر إلا اسمك بدنا بقول ورب محمد أنا زعلاني يعني خلينا نسميه دلع وغنج النساء المبرر والمسوغ والمسموح به والطبيعي واحدة سبين قوسين عم تدلل عزوجها باختصار ما في مشكلة زعلاني بدلال والله ما أهجر إلا اسمك عادي هاي طبعا رسالة للرجال الآن بس أنا بدي إياها الآن للنساء لاحظوا لعائشة بمعنى كانت زعلاني ما وقفت تزعلوش مني يا أخوات وتخصرت تعرفوها التخصيرة وتردح زي ما مشوف بالأفلام أه وأنا من اليوم وكاد تعرفوا الأفلام مصرية من يد لعادي تعرفوها ففيش هذا الحكي هذا 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 شغل الأفلام شغل ضحو كل دنيا عالم بس لما تنعمل مع الزوج من الزوج بتكسر أمو بتكسر رجولة بتكسر نفسية بتنشط بي عنده تنشط بي نفسية الرجل لا تحتمل هذا الموضوع فتخيلي خلق عائشة هي وصلة لمرحلة كانت بتزعل وما بدها تحسسوا إنها زعلانة داخل نفسها ما أخدي قرار إنه إذا كانت زعلانة هي ومش منتبهها إنه نبس على سلم بين قوسين كاشفها ها 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 بتكون زعلانة بتقول وربي إبراهيم بس ما بتيجي بتقوله إنت وأنا وأنت ولا حتى غيرت أسلوبها ولا صيحت ولا يشي وهي زعلانة وهي زعلانة لاحظوا كيف عم نتطلع على روعة سلوك المرأة مع زوجها طبعا إننا في المقابل بس أنا التركيزي الآن على ما يريد الرجل من زوجته وعندي كثير في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في المقابل مشان بس نكمل الصورة في هذا الحديث في حياته في حياته لم يروى عنه أنه شتم أو ضرب أو استخدم يده أو ضرب زوجة أو عبدا أو طفلا صغيرا ها هون وهم نتعلم من هذا الموضوع والمثال الأخير قبل ما إما أخذت صلاتك وأتركك لفاصل لاحظوا على موضوع كيف المرأة تتعامل في بيتها طبعا المثال اللي بدي أعطيه الآن بين فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم لكن بدي أقيسه على فكرة الرجل والمرأة صلى الله عليك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته طبعا هذه قصة عجيبة مرض موته كان عم بيعاني لعدة أيام يصحو ويتعب يصحو ويتعب لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم إجته مرحلة ما استطاع أن يصلي بالمسلمين في المسجد ما استطاع أمهم فكانوا ينتظرو يخايفين متضايقين فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس فأبو بكر كان يصلي نبي صحي شوي رد كذا صحي تعب إلى آخر خلال بهذه الفترات النبي صلى الله عليه وسلم وحالته بين الصح وبعن كذا صارت حادثة أنه فاطمة كانت جنبه وكانت عائشة موجودة فأسر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بشيء فبكت فاطمة بكت بعد ما خلص بكاءها وهديت رد أسرلها بشيء ثاني يعني بلغتنا العمية وشوشها حكالها إشيء ما حتسمعه في الأولى بكت بكاء شديدا بعد أن هدأت أسر لها بشيء آخر فضحكت لاحظوا فبعد الحادثة عائشة رضي الله عنها مش قادرة أخذت فاطمة سألتها ماذا أسر لك رسوله أو بما أسر لك رسوله قالت والله ما كنت لأفشي سر رسول الله انتبهوا أعطيكم أنا أمثلة من سيرة الصحابيات من سيرة ما كنت لأفشي سر رسول الله طب هو لو بدي يسمع زوجاته و بدي يسمع أنسباءه ولا أصهاره كما وش وشني كما أسر لي أسر لي أسر حفظ السر إذا ربما بدأ أقيس قياس صح الآن فاطمة مع والدها الآن بحكي لكم شو كان السر بس موطن الشاهد نجي خلي أكملك القصة فأسر لها بعدها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله بأبي أنت وأمي انتقل إلى الرفيق الأعلى وقصة فيها أمور يعني مؤثرة جدا موطن الشاهد عندي بعد وفاته سألت عائشة فاطمة بما أسر لك رسول الله قالت أما وأن أبي قد انتقل للرفيق الأعلى أما الآن فنعم شو طلع حكي لها أسر لها تخير رقم واحد قال لها يا فاطمة إني مغادر هذه الدنيا معنى كلام أخبرها أنه قد أعلم بأنه سيموت خلاص يعني الآن مسألة وقت فبكت فاطمة بكاء شديدة ثم أسر لها وقال لها ألا يسرك يا فاطمة أن تكوني أول أهلي لحاقا بي أنت أول من سيغادر الدنيا بعدي فضحكت فعلا توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما أذكر بستة أشهر لحقته رضي الله عنها موضوع أنه وفاته ثم وفاتها تخيل ضحكت لوفاته لكنها ستلحق أبيها بإذن الله إلى جنات الخل بس موطن الشاهد عندي ما كنت لأفشي سر رسول الله رسالة رسالة إذا كنت تعرفوا يا زوجات إيش الأشياء اللي بترفع ضغط الزوج هاي إنها تتيفة الصغيرة ست سبع شغلات إذا تركتيها ما بدي أقول البيت بيصير ملائكة بس بتحول البيت من جحيم لبيت عادي بتحول البيت من توتر حجمه 70% لتوتر حجمه 10% لـ 20% طبيعي بيصير بأي مكان في العالم ما في أي مشكلة ألا يرضيكم إنكم تعيشوا بسعادة نسبية أو بسعادة رائع جدا إذا بننتبه لهذه المعاني هذه السلوكات هي أعطتكم أمثلة وبعض الأدلة عليها والهدف منها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي وبكم الآن أترككم لفاصل قصير نرجع بعده لنتم الحديث عن زوجتي العزيزة والغالية أرجوك يكوني أعظم وأروع امرأة في حياتي خلاصة الحلقة المواصفات والسلوكات التي يحبها ويريدها ويرغب بها الأزواج في زوجاتهم بعد الفاصل طيب ها قد عدنا إليكم أحبة في الله حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مازلنا معكم على الهواء مباشرة من فضائية قناة دار الإيمان برنامجكم هو يلا نغير في رمضان محدثكم أمجد قرش الذي يسأل الله لنفسه ولكم المغفرة والتوفيق والسدادة في القول والعمل برنامجنا أو حلقتنا اليوم هي رسالة إلى زوجتي من الأزواج للزوجات زوجتي الغالية أرجوك يكوني أعظم وأروع امرأة في حياتي من خلال الأشياء التي يرغب بها الأزواج أن تتوافر من المواصفات والسلوكات في زوجاتهم ويحب يدخل معنا على الهواء يبعث برقمه يبدو فيه معناه اتصال قبل ما أروح للتغريدات معناه اتصال مين معنا على الهواء الأخ محمود غالب من الولايات المتحدة السلام عليكم أخ محمود السلام عليكم أهلا أخ محمود حياك الله كيف حالك ما شاء الله أنت من المتابعين النشيطين في مجابة ترفع لنا الصوت شوي ما عليك إذا سمعت إن شاء الله آه فضل بقول عندي إن شاء الله نقاط اليوم من الموضوع فضل إن شاء الله يثير لنا في موضوع حلقة اليوم نعم فحلقة البارحة أول إشي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قالت من شوطرانك العزيز فمن آياتني أن خلق لكم من أنتخذكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا لتسكنوا لتكون للزوج هو توفير الهدوء إلى وراحة الباب يعني ممكن يكون هم في الشغل في المكتب هادث بس متاح بابه سبحان الله وممكن يكون في الدار بمتاح باله بس بيشهدوه أولاد ابنوط حوليه وهي سبحان الله فهي نقطاتات فيه جميل بلحظ لطيف والله بشكرك على السحر اللي هو طاعة تكون خصوصاً اللي كان طاعة في مضاب الله إنه تكون الزوجة مطيعة وقدومة يقول الشغلة إنه تجبله إياه تجبله إياه مثلاً أو إنه تفهم عليه يعني عسر عسر يا ثلاث اللي هو عادة من العياد هاني مهمة جداً عادة من العياد وانتقف المرأة ما مرة متحقية توقف يا شيء قدامه توقف صورة ما يكون عسر إذا ما ظن تخيلت صورة أخو حمود تخيلت صورة إذا كل ما هو يعصر بتوقف له وتردح له وتتخصر له ويعني زي اللي بدها تلاكمه دمرت الحياة ما بزمط سبحان الله آه مهي الجيد من التفاعي نشوف كيف سبحان الله اللي يخص متطرط واحتبار الزوج يعني أنا بعاني في اعتبار الزوج وانتصاصه بدكاء واختيار ألطات مناسبة جميل جميل لأن المرأة شوف سبحان الله لأن المرأة من بلحث أعرض فاستقامة هذا الزوج يعديش إلى وظيفته كوظيفة كمرأة مثال وقلبه ريتين شو اللي بحانيهم اللي هو القمص صدري اللي هو عرض إذا استقام هذا القمص صدري لا أردوه بلحث في الحناية فإذا عرف أعرض المرأة مفتاح لزوجها وهو ما سيش هذا مفتاح لزوجته في تستقيم إن شاء الله الحياة وتقول معلش بس النقطة الأخيرة تعيدها أنا الصوت مشوش جدا بس آخر آخر نقطة معلش تبعت علاقة بزوجها بعد موضوع الصدر بتقول واجل عضا أنا ما سمعت الصوت مليح في تشويش عندي أيوة فإذا استقام هذا القمص صدري فإذا استقام هذا القمص صدري ماذا لك موضوع تقريبا للحماية فإذا قد رأيك يعني يحتاج الحماية بمعنى زي الحضن هيك الله يذكر خير الله يذكرها فضل إن شاء الله بلأتراف بفيد حقا ببكرة لهم تطريق منهج رسول الله السلام لما أجاب من أحب الناتين قال عائشة فأنا مقول من جوجة المستقبلية وخطيبة هذه يا ولا إنه يحبك وأبدا من الله تعالى يزوى على تيك الدنيا والآخرة ونأتراف ونحن نطلح جواعي إن شاء الله 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 الله يا رب يجمعك يعني خلينا نحكي بخطيبتك إن شاء الله على الخير ورزقكم محمود غالب من أمريكا لطيف طيب الآن خليني أبلش بالتغريدات بس أعلق شوي لحظه انتبهوا هنا نبه معنى رائع الأخ محمود قال لك القرآن كان واضح قال لتسكنوا حتى شوفوا أنتو حتى الظاهرة الصوتية الردمس قال لتسكنوا إليها حتى الصوت نفسه بيعطيك المعنى لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ترجع على البيت هذا الأصل فموضوع النق لاحظ موضوع الصراخ موضوع النكد موضوع هلأ 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 بعدين أنا ذكرت شغلة كان يشكولي الناس فيها الزوجة لأنها طبيعتها عاطفية على أصغر شغلة وأكبر شغلة بتزعل منها مباشرة هلأ هلأ طلقني يا مخلوق هلأ هلأ بعد خمس دقايق بتكون خلص رجعت عادي ودنيو عالم طب ما ادي قلت لذلك واحدة والله أعلم من حكم أنه العصمة في موضوع الطلاق لم تجعل بيد المرأة كان الرجل بتطلق خمس ثلاث مرة بعض الأحيان في اليوم عادي جدا فعاطفتها بتغلب لا يعيبها دير بالكم لا يعيبها محتاجين لهذه العاطفة لكن من أني يعرف فرق الطباعة لكن بدأت دير بالها أنه مش على كبير وصغير هلأ هلأ طلع السكن هذا جوء من السكن وبعدين موضوع عدم العناد وعدم التحدي يعني الرجل من نسبة له جزء رئيسي من رجولته أنه فعلا تحدي بتحول لوحش غلط ما بيصير المرأة تتحدى هم عصب وبلاحظتها تخيل واحدة تحكي لزوجها أعلم ما في خيلك اركبه إذنك زلمة وعليك شنب سويها حبيبي هذا مشروع قاتل هذا مشروع قاتل إذا رجل لرجل والرجل العم بتحدى بيكون أقوى من المتحدة ويمكن ماسك سلاح ومع ذلك بنجن الرجل وبهجم عليه فما بالك إذا فعلته زوجته فيه ترى ندير بالنا فكرة التحدي بهذا المجال غلط كبير جدا لا يجوز طيب خلينا نروح نسمعكم إيش التغريدات اللي إجتت عندي على الصفحة الله يزيهم الخير طبعا أنا في البداية بدي أحكي لكم إيش هي هي زي نكتة الأخت أمواج أحمد بعتتلي بس فعلا يعني أدخلت السرور لقلبنا على هاي لها علاقة بحلقة مبارح بس جبتها من بابك أدخل السرور لقلبكم في واحدة بتقول أمواج بعتتنا بتقول واحدة بتقول لما أشوف منشورات زوجي في مواقع التواصل الاجتماعي وأشوف روعتها ورقتها أتمنى أكون زوجته وقال حسبي يلا جابلها انفصان في الشخصية طبعا هاي هاي من توابع حلقة مبارح الزوجات اللي بيشكون أزواجه من الرقة والرومانسية اللي على الفيسبوك ما بيشوفوها قال لما أقرأ كلام بتمنى أكون زوجته وهي زوجته الحقيقية فعلا مزكينة بس ما بتشوف هذا الحقيق خلني ننسى الآن ندخل في الجد صفاء المعايطة صفاء المعايطة نعم بتقول برأيي طبعا بتجاوب على السؤال اللي أنا سألته إيش أهم أن تحفظ زوجها في غيابه وفي حضوره وأقصد ألا تخونه جسديا ولا فكريا الأخت صفاء نبهت لشغل كثير خطيرة وواقعية الله يزيها الخير على صراحتها بتقول ولا فكريا انتبهوا فبعض النساء هداهن الله تفكروا بشخص آخر وهي على ذمة زوجها والله إنها لخيانة عظيمة وهذه الأوتكمز بمعنى المخرجات المسلسلات التركية طبعا تقصد المدبلجة اللي انشارت قبل فترة زي نور ومهند وشي اللي هدول ويا رب تحمي الجيل الجديد الذي يجهل الكثير واتخذ لدراما الخبيثة قيم ومبادئ إلهم والتي معظمها بتتعاطف مع البطلة اللي بتحب واحد ثاني غير زوجها لاحظوا هذا واقع خطير بندير بالنا عليه وشغلة ثانية إنه الزوجة تعتبر زوجها بشر إلو مع مشاعر وأحاسيس بيتعب وبيفكر وبيحزن وبيشتغل وبيساوي اللي بيقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأنه البنت إذا تزوجت بتفكر حالة تزوجت المارد بالمصباح السحري ودمت مسالمين ترى أنا رائع لما مرأة تعبر الله يزيك الخير أنا جدا جدا أعجبني هذا البوست وذلك أخذته وضعته رقم واحد لاحظ من أشياء اللي عم تحكي بإسم الرجال الآن كمنصفة جدا الأخت كانت إنه يعني لا تحسس زوجك أنه فعلا المارد بدي وبيدي 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 طبعا نبهت الأخطر من ذلك الإشي اللي كثير من الناس ما بينتابهوله التساهل في موضوع غض البصر والمتابعة والكذا إلى آخر هي بتخلي الإنسان فكريا خياليا للخيانة العاطفية والنفسية تفكر بحدة ثانية تيجت وسخت المسلسلات المنتابعها فلتتقل لذلك لابره لما قال ما قال فقط وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم واثنين بيخونه لكن خيانة الرجل أوضح طبعا لأنها علنية هو أسر على الدخول المرأة متكتمة أكثر بتستحي أكثر بالضبط بأكثر لكن كلهما يخون شكرا يا أخت صفاء الله يكرمك طيب قبل المعناته نروح لإتصالات كمان مرة ميه معنى إتصال الأخ حمزة زيدان سلام عليكم أخ حمزة دكتور حمزة الله يكرمك أهلا ما شاء الله أهلا أهلا دكتور حياك الله كيف حالك الله يكرمك يا رب الله يكرمك يا رب كيف صحتكم الله يكرمك يا رب يعطي كل عقا البنانجة طيب الله يكرمكم يا رب بزيكم الخير ويبارك فيكم وصلاة أن يأجركم حياكم الله الله يكرمك يا رب موضوعنا في الصفات التي يحبها الأزواج في زوجاتهم ويتمنوا أن يجدوها إيش رأيك يا دكتور هلأ بكل بطرابة الموضوع مش طعب جدا نعم الموضوع يعني مش اخترع صروق أنه الطرفين يعرفوا بعض أيوا لا واحد من الشرات أنه الطرفين لازم يعرفوا طبيعة الشخص الآخر أيوا من ناحية تركيبية من ناحية فسيولوجية يعني مثل المرأة بتمر عليها فترات تغير في الهرمونات فهي الشغلة لازم الطرفين ينتبهونها أيوا وشغلة أخرى هلأ للزوجة يعني يعني يجب أن تعرف أنه أنه الزوج بحب أنه إذا أمرها أطعت إذا غاب عنها حفظات في سره وماله وولده وإذا نظر إليه أطرت يعني مش ضرورة لازم يكون مكشرة من نجدة من بهدلة فإيش رأيك بحبها كتير الزوج في زوجته جميل جميل وشغلة أخيرة لازم بالطرفين يعرفوا حقوق وواجبات بالطرف الآخر سبحان الله هذا اللي عم تتفضل فيه دكتور دكتور حمزة زيدان طبعا دكتور حمزة زيدان طبيب بالله لكن ما شاء الله يزيد خير طبيب في مستشفى الجامعة الأردنية الله يزيد خير ونسأل الله أن يأجره على خلقه وأدبه يعني أعرفه شخصيا أنا وهو طبيب اختصاصي دكتور حمزة أنت عم تذكرني به اللي حكينا مبارح أظن وردت حكيته اليوم على الهوى أنا في بثي أنا على صفحتي عن موضوع رخصة الزواج أنا أتمنى أنا منذ أكثر من عشر سنوات تقريبا وأنا أدعو عبر حياة اف ام كنت اللي هي إذاعة أردنية وعبر الفيسبوك وعبر كتاباتي أرجو كنت الحكومة الأردنية أسوة بالحكومة الماليزية سير في عنا رخصة زواج رخصة زواج بمعنى لا يتزوج اثنان ولا يسمح لهم بعقد العقد كيف فحص التلسيمية اللي بيعملوا عندنا إحنا ممنوع ممنوع يعقد الزواج إلا ليجيب فحص لتبعة الدم هذا تبعة التلسيمية زيها إلا يحضر دورة هذه الدورة تحتوي على الحقوق الشرعية وواجبات الشرعية له عليها ولها علي وتحتوي على طبائع الرجل والمرأة يتعرفوا عليها من خفف الإشكالية الحكومة الماليزية أنا شوية مخربط الأرقام يعني طالع اثنين اربع بالمية غلط كانت نسبة قبل ما يطبقوا إلزامية رخصة الزواج الدورة هاي الخاصة كانت نسبة الطلاق عندهم نسيت يا ثمانية وثلاثين يا ثنين واربعين وثلاثة واربعين بالمية من كل مية بيطلق حوالي ثلاثة واربعين لما ألزموا الناس برخصة الزواج وصاروا يدخلوا دورات يتعرفوا على الحقوق والواجبات ويتعرفوا على طبائع الجنسي الآخر بطريقة علمية مرتبة نزلت نسيت إما لاثنين بالمية أو لسبعة بالمية يعني عم نحكي على عشرات آلاف من الأسر تم إنقاذها فقط من باب معرفة الحقوق والواجبات طبعا هذا الأهل لازم يقوموا في الدولة لازم تقوم في المعلمين والمعلمات لازم يقوم في لازم نتضافر احنا كثير من الأزواج والزوجات بطريقة ما شو بتطلع بسلي آه بتسلي آه حافظة القرآن ما شاء الله طب حجبي اللهم صلى على سيدنا محمد منقبي اللهم صلى طب قلت أنتش ويز الم انتهى الموضوع لا لسه طبائع في طبائع طب ما بتعرفش إش عن حقوق والواجبات عمره ما حدا قعد معها أنا الله يزيها الخير حافظة قرآنهم منقبي محجبي ممتاز جاوزنا خط أحمر شرعي طب ما عندها أي معلومات عقوق واجب ما عندهاش خبرة ما عنده تددب ما انتهى الموضوع هو نفس الشيء ما شاء الله عليه من أهل المسجد طب شو معلومات ولا إش عن إشي ثاني ما بيحل إشكالية ما عندهاش فكرة عن طبيعة المرأة بحياته ما حقه مع بنت مثلا على سبيل المثال هذا صفة مدح من حيث البداية إنه ما مشي بالحرام ولا صاحب ولا زروق من تحت الدرج ولا وإلى آخره لكن فيه من الآن أوكي طب بدنا نعطيه استعداد تهيئة بطبيعنا الأباء للأسف ما بيقودوا مع أولادهم بيقول له يا ابني الله يحفظك ودير بالك ولما تتزوج على خير ولما تخطب بيصير هيك يدير بالك المرأة طبعها كذا بتبكي على أقل شغل صغير وكبير إصحك تزعل منها طبيعي إنها تبكي عندها حالات معينة بكل شهر كم من يوم ممكن تكون تشوفها مضطربة جدا منرفز طبيعي جدا زي ما حكى الدكتور قبل شوية دكتور حمزة تغيير الهرمونات عندها بحكم العادة الشهرية طبيعي جدا 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 قد توصل لمرحلة بدرفزي 24 تعالى مدة خمسة أيام راعي هذا الظرف راعي هيك الله خلقها مش أنت تعص هي معصبة مش قادرة تسيطر وإنت تزيد الطين البلة عليها تخيلوا لو الآباء والأمهات هيك بيقعدوا مع بناتهم الأم تقعد مع بنتها تهيئها مش لحظة كتب الكتاب قبل الزواج ثلاثة أيام لا 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 عم بحكي بشكل عام بالحوارات والنقاشات والمزح والضعو وكذا الاخري واحد بدي يمرر رسائل رسائل تربوية استعداد أنت كأنثى لما والدك والدتك يظلهم يمررولك رسائل ديري بالك إن شاء الله على خير يلا بالمزح بالكذا يا أسماعي يلا بكرا إن شاء الله لما تخطب تتزوج مش تصاريت بطل تعزمين عندك على البيت آه يعني يا بابا أنا هسا أنت بأخي بيأتزرق آه بس مش قد ديري بالك يعني حتى لو صار هذا الحكي لازم يكون باتفاق من المزح مدخل للجد مفاهيم مفاهيم الأب والأم الدولة المدارس المعلمين المعلمات دكاترة في الجامعات إذا بنهيئ والله بتخف المشاكل لكن فيه تقصير في هذا الدور تقصير بهول جدا أشكرك دكتور حمز الله يزيك الخير وبارك فيك نرجع لأختنا لينا النجار أو هي كتبتها نجار أم لينا وأتوقع اسمها لينا النجار بتقول برأيي أهم النقاط التي يشتكي منها الأزواج لأمها وزيادت على ذلك بموجهة نظرها وتداول الموضوع في بيت حما ف إيش بكره هن بكره هن أنا فما بالك بالرجل في من واقع تجربة مؤلمة طبعا الفكرة عم تحكي عنها إلا أنا حكيت عنها قبل شوية هي بث المباشر آه عالسريع أول بأول هي بتقول لأمها بعد الأحيان للعيلة كلها فوقع مؤلمة فعلا الرجال جدا بنزعجوا من خروج خصوصيات البيت أو يقول لك تطلعي تطلعي الخير بس بس السوء والشر لا تطلعي لأنه بكرة بتصطلحي أنتو بعد بكرة بيعتذر منك بصير الظرف بتفهم إليش كان عامل هيك بتكوني فتحت حساب خطير جدا ضد حالك أمام أهلك ما بتعرف تصطلحي خلاص انطبعت الصورة عندهم إشي زي هيك شكرا يا أخت لينا النجار ننتقل بعدها لريهام عمر ريهام عمر طبعا أخت ريهام مبارح قرأنا لها شيء كانت ممن توفى الله زوجها قبل سنوات وترحمت عليه شكرناها اليوم شو بتقول أول صفة طلبها زوجي مني رحمه الله ما بدي أنام غضبان عليك ولا بدي تنامي غضبان علي يا الله الله يرحم زوجك شوفوا ما أحلى الصفة بمعنى بمعنى خليني ألخصها بلغة البسيطة اصحك يا زوجة الغالية أنا وانتي واحد فينا ينام وزعلان باختصار بمعنى بمعنى أبسطها أكثر لتروحوش للنوم واحد عنده مشكلة مع الثاني اتصافوا اتصارحوا حلحلوا فضفدوا خلصوا وبعدين روحوا ناموا لأنه إذا نمتي على ضيق أقول لك هو مش منتبه مو عش خبر زع عليك بدون قصد بس مو منتبه انتي عارف انه مو منتبه بس انت مخدع خاطرك طب هو مو منتبه هو جرحك هو جرحك زع عليك اخلصنا منها مو منتبه طيب كيف يدو يعرف هسا يعني كوني متيقني انه جبريل عليه السلام مش رح ينزل يقول له مش رح يدق على الباب يقول له يا عبد الله اعلم انك قد أغضبت زوجتك وان الله قد بعثنا لعلم مش رح يصير هذا الحكي هذا مش رح يصير خبري لا هو كان طب انتي عارفة انه مش منتبه زع عليك انا ما بقول ما زع عليك بس عاتبي بلطف فهمي عمية الموضوع اذا كتمتي وروح تحطيتي راسك ونمتي على الموضوع دو 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 ثاني يوم اذا بلاحظتها مش منتبه ثاني يوم بديو ينتبه بيحمل حاله بفطره وبطلع فانتي بتضلك تغلي 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 فاطفضي حكي له باسلوب لطيب انا ضايقت من الشغلة فلانية افهم وجهة نظره يا بيعتذر لك يا ببين لك يا مش منتبه في اشي بدي يسير احسن من انت فيه بتراكمي 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 بدخل الشيطان ما بقوليش ما غلط غلط بس هو مش منتبه فانتي لازم تساعدي شوفوا ما اروع هذي الصفة ما واحد فيه نينام هو غضبان على الثاني بمعنى لازم نتها صافة اذا في مشكلة ما في مشكلة مش بالضرورة يعني مش لعب بيطلعب نكده وما في طيب البعديها عندي الاخ عمر بالدقائق بعرفش ممكن ضايل خمسة وسبعة دقائق معنا اه عمر ابو زيد عمر ابو زيد اه بيقول يا دكتور امجد والله الواحد لو يضوي اصابعه كلها الايدين والارجل يعني اه للمرأة ما بيعجبها العجب انا حبت اذكرها دي وجهة نظر لبعض الرجال بيقول لك لو شو ما تسوي ما بيعجبها العجب انا ذكرته من باب اني حرية الرأي بدي يا يبدي لكن التعميم غلط انا اعترض مع الاخ وذكرته من باب انه بعرف في هيك بعض الرجال بفكروا ما بقدرش اغيرهم ممكن ما بلوموا لتجربته الخاصة لكن التعميم غلط يا احبة في ربنا سبحانه وتعالى مدح لما قل لك ان المؤمنات ايش حافظات للغيب قانتات وحافظات الغيب عندنا عندنا اخلاق من النساء لكن احنا هدف من اهداف البرنامج انه هاي الصور النمطية السلبية ما نظلنا نأكد عليها ونعممها كأنها شيء مطلق وهي ليس بقدرا مطلقا ايه لو علاقة بتربايتنا الاجتماعية جزء كبير اذا بنظن نوجه ولادنا وبناتنا واحنا نفتنا لما نتزوج بنحاول نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتوجيهات القرآنية بالقاعدة الذهبية لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحبه لنفسه انت بتحب بتحب انه اختك المتزوجة زوجها يعملها بطريقة فلانية طيب انت بتنجنه بتروح بتمسك المسدس براسه طيب نفسي شو اللي تعمل مرتك فيها بيبيش ايال معقدة اقسم بالله ما هي معقدة فرضا وفي المقابل انت بتحبي هيك هيك يتعامل مثلا مع اختك او زوج اختك يعملها نفس الشي اللي تعمل لزوجك بطريقة بتحبي سلفتكو كنتكو في عندي عدة طرق اخلاق النبي القدوة العقل المنطق البداها الاخلاق القياس كل هذه الطرق تؤدي التربية العامة التوجيه الامر المعروف انها على المنكر كلها مع بعض واحنا الان حلقة صغيرة في هاي السلسلة الضخمة اللوحة الفسائفة سائية اقصد هذا البرنامج وهذه القناة شكرا يا عمر نحاول كمان كم من تغريدة محمد عرار بيقول انا مو متزوج دكتور لكن في مشكلة الغيرة المفرطة والشك الزائد يعني بعض الاعمال بيكون اجباري التعامل بشكل كبير مع النساء لازم تكون المرأة حكيمة وعقلها كبير خاصة بهذا الموضوع انا واعيدك فعلا اخي انا اليوم ضربت على الهوى مثال قلت احنا دكاترة في الجامعات على سبيل المثال متعامل مثلا الجامعة الاردنية على سبيل المثال فيها مش بتأكد بنسبة الجامعة لكن عندنا في كلية الشريعة بالسنوات الماضية نسبة الاناث للذكور من 88% إلى 92% تخيلوا 98% يعني 9 من كل 10 عندنا بنات احنا بكلية فشيء طبيعي عندنا 95 أو تقريبا 90 دكتور فغالبيت اللي بيراجعوا في المكاتب اول اللي عندهم مشكاليات اول اللي بيسألوا بنات طب بحكم انه غالبيت لكلية بنات فتخيل يكون مثلا فرضا دكتور في الجامعة هاي نسبة الطالبات عنده شيء طبيعي يعني يكون مثلا قاعد قالوا تتصل في عسى بالمثال معاش تجيب لنا لبن خمز وقلها معاش كمان شوي بحكي معاك لانه في عندي طالبات بالمكتب يا دي النيلة ثكيلتك امك شفتي عم بطب شاعة مكتبية اذا كل يوم تتعمله شر طب ما هو انا بدرس طالبات طبيعي ايش المشكلة في الموضوع غيرة مفرطة وشك بك وما بيستهل شوفي هسا واحدة قاعدة بتقول ولا عليك يا دكتور انت ما بتعرفش انه في بعض الازلام بلعبوا بديلهم بعرف بتعرفش انه بلفلفوا انا بحكيش على الحالات اللي انت متأكد انه بلعب بديله وودك تراق به مشان تحمي عيلتك موضوع ثاني لك الحق عم بحكي عطاله عن نازل ردا على هذه الكذش الغير الموضوع على اي ايش اي ايش يعني واحد مثلا على سبيل المثال مش تغلب شركة مسؤولة القسم وحدة تبقى مسؤولة القسم بتبعت له مسج بكرة روح عند الزبون الفلاني سوي الواجب الفلاني ليش بعتتك مسج لا اله الا الله ومسؤولتي في الشركة بعتتلي ايش اعمل يعني ايش اسوي لا وما في شي الله بالاخير نكدت عيشتم ما بزبط غصبا عننا حياتنا صارت معجونة بهذا الموضوع معجونة عجن بهذا الموضوع فاخر تغريدة اذا بقي معنا دقيقة خولة خولة عطية بتقول اهم شيء ما تقارن حياتها بحياة اهلها وازيد عليها حكي الاخوة وشكرا لك يا دكتور يا الله هاي لحالها بدها حلقة تلفزيونية لحالها الله يزيكها لاخت خولة لاحظوا ربنا اكرمك يا اختي كنت عايشة بحالة مادية بوضع اهلك فرضا احسن من اهل زوجك او اخواتك كل واحدة نصيبها هاي اختك زوجها مليونير الثاني مثلا نائب ولا وزير وانتي زوجك انسان محترم طيب عاد بس مش مليونير كل شوي اختي جابلها اختي ودالها عفش جديد سيارة مش عاد قد نكت عيشت وايش يعمل يسرق يعني يذبح ويرتشي ويسرق ويقتل حولتي لها مجرم يا اما احبطي يا اما بطلقك يا اما بابابابا الاخير فديري بالك اصحي مني تضلك تقارني زوجتي اختي زوجها جابلها زوجها وداها اكسري لي هذا الموضوع احمد الله واقتنعي بما انت فيه اذا اختك زوجها مليونير وزوجك مش مليونير لكنه مليونير باخناقه لا تطلعين خلص نسكر الفايل كيف عاد هسا الاسلام كيف زبطكو اليوم ولا ما زبطكو قلت له اليوم بارح يا دكتور بس عم تحكي عن حقوق النساء لا 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 اليوم عن حقوق الرجال اصأل الله سبحانه وتعالى يا اخوة يا اخوات يجمع بينكم المتزوجين قلوبكم على الخير واجعلكم جميعا من اهل الجنة وتكونوا في جنة الدنيا لتسكنوا اليها قبل جنة الاخرة بإذن المولى عز وجل لا تنسونا من دعائكم جزا الله خير فريق البرنامج كاملا هذه تحية مني انا امجد قرشة مباشرة من اسطنبول لا تنسوني ووالدي رحمه الله ووالدتي جزا الله خيرا من الدعاء و اهلنا جميعا ومن له حق علينا ممن علمنا و افنا وقتا لأجلنا الدعاء منا لكم و منكم لنا و السلام اشتركوا في القناة